أظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة موسعة بالأقصر بعنوان قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول شارك في الندوة بعض مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وعدد من المحامين تقرير إيمان حسن مشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول تنفذه إحدى المؤسسات العاملة في مجالات قضايا المرأة والأسرة عبر سلسلة من اللقاءات الحوارية للتعريف مقترح قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية بمشاركة عدد من المحامين والإعلاميين وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الأقصر من أهم المواد المقترحة في التعديل قانون الخطبة والزواج النفقة النسب الطلاق محاكم الأسرة والاختصاص القواعد الإجرائية في مسائل الولاية على المال وصندوق نظام تأمين الأسرة بنحاول أن نخلق أحوار مجتمع عبر المحافظات المختلفة من فئات نوعية مختلفة بنقول لهم ليه إحنا محتاجين تغيير قانون الأحوال الشخصية ليه عادة ثورية جداً ومواد بتقدم حلول للحفاظ على الأسرة المصرية وأن تنظر للمصلحة الفضلة للأطفال وكمان حقوق الرجال وحقوق النساء داخل هذا القانون شايف مدى استجابة وتفاول للمشاركين النهاردة والله النهاردة أنا منبهرة جداً أولاً الحوار في مجموعات مختلفة جداً من الإعلام والقانون والكوادر الجماعيات الأهلية وبعض الممثلين الأهلية الوطنية المجلس القومي للمرأة وأنا أعتقد أن الحوار كان مبهر جداً لأنه كان بيسأل في أسئلة دقيقة جداً ليه عاملين كذا؟ ليه الإشكاليات اللي داخل القانون؟ مهم جداً أن نلاقي هذه التغيرات في القانون الجديد اللي أنتم مقدمينه عايزين يفهمه أكتر عايزين يبقوا دعاء لهذا القانون كان حاجة مبهرة بصراحة بنعرف المجتمعات بشكل مختلف بكل طواقفها على القانون ومدى احتياج المجتمع المصري لهذا القانون لأن إصلاح الأسرة ده أول لبنة في إصلاح الدولة بحالها حل مشاكل الأسرة المصرية هيكون سبب رئيسي في حل مشاكل كتيرة للمجتمع النهاردة الأسرة المصرية هي اللبنة الأولى واللبنة الأهم في المجتمع وبالتالي إحنا نتكلم على قانون كان بيعالج المشاكل الأسرة المصرية اتعمل من 1920 وبعد كده حصل عليه تعديل في 1929 يعني بعد تسع سنين بالزبط يعني معنا كده أنه كان زمان الناس متطورة أن هي طول الوقت بتعمل تعديلات في القوانين يعني تواكب المجتمع النهاردة بعد مرور أكتر من 100 سنة على هذا القانون احنا كنا في أشد الاحتياج أن احنا ننتهي تماما من القانون القديم وتلغي بالكامل ونعمل قانون جديد يواكب القرن ال21 يأتي هذا اللقاء ضمن الحوار المجتمعي لتعديل قوانين الأحوال الشخصية للوصول إلى مجتمع أكثر رقيا واحتراما لقدسية الأسرة والعائلة المصرية من محافظة الأقصر